المحكمة نظراً لعدم اكتمال المداولة تقرر التأجيل لجلسة مد الأجل النطق بالحكم لجلسة 15-12-2019 15-12-2019 محكمة استئناف طرابلس تؤجل النطق بالحكم في قضية مذبحة سجن أبو سليم إلى منتصف ديسمبر المقبل هذا التأجيل قابله استغراب واستهجان من أهل الضحايا واعتبروه خذلاناً من المحكمة خاصةً وأنه تأجيل لأسباب غير مبررة مثل ما يقولون حقيقة وهذا الأمر اليوم فجئنا به لأنه ذكر أنه عدم اكتمال المعطيات أو فيه أمور ناقصة ومعنا نحن نرى لا يوجد ناقص في هذا الشهود الأدلة الجريمة مشهود لها الشهد عليها العالم كلها شن الشيء اللي خلاهم ينطقوش بالحكم اليوم يعني كلها المدة يعني أهالي بو سليم حطوا ثقة في قضاءهم وفي محاكمنا بحي تنصفهم هذه قضية واضحة المعالم يعني شن شن بينقصها اليوم توفدون الأهالي الشهداء من كل مناطق ليبيا لحضور جلسة السماع بالنطق ويسمعون النطق في حق من اقترف الجرم في أبنائهم العزل قتلوا أبرياء بدون أي وجه حق وغيبوا وقصرا وثم قتلوا بدون أي وجه حق بدم بارد واليوم ماتين لنستمع إلى جلسة النطق بالحكم ونتفاجأ أن تم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 15-12 فلا ندري ما السبب إلى متى هذا العبت فلا نقول إلا ويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 84 متورطا في مذبحة أبو سليم منهم من فر إلى خارج البلاد ومنهم من مات ومن تبقى منهم فهم الآن تحت طائلة القانون الليبي بعد أن اعترفوا بتورطهم في المذبحة التي حدثت داخل سجن أبو سليم في طرابلس عام 1996 وراح ضحيتها أكثر من 1200 شهيد وصفت بأكبر عملية قتل جماعي في تاريخ ليبيا والله نحن كأهالي وكرابطة التجاني للقضائنا الوطني وفي كل مناسبة نطالب أن هذه القضية يتم فعل فصل في قضائنا الوطني لكن في الحقيقة وصبنا بنوع من الأحباط ومن تأخير الفصل في هذه القضية لأكثر من 8 سنوات والقضية مازالت متداولة في أرواق المحاكم إعلان المحكمة تأجيل النطق بالحكم في القضية للتداول أثار حفظة أهالي الضحايا أيضا سائلين عن سبب تداول جريمة متكاملة الأركان ولا تسقط بالتقادم مر عليها أكثر من 20 عاما وعقدت الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس أكثر من 20 جلسة حولها ترجمة نانسي قنقر